أنه بقى فيه تفاعل من الناس بجد ولي على الفقرة الخاصة بيكي بجد يا دينا حبيبتي يا عزيزي وأنه الناس بقت أكثر وعيا ودي حاجة أنا يعني بطبسط بيها كلنا أكيد الواحد بقى يعني يستمتع أنه فيه ناس فعلا بتسأل أسئلة يعني ليها هدف طبعا وحتى لو هي مش فهمة فبتسأل عشان تفهم فده مش عيب ودي حاجة جميلة جدا اسمحيلي بس أنا معي أسئلة برضو لبعض المشاهدين خلينا نجاوبهم من خلال فقرتنا النهاردة بعدنا استكمل حديثنا عن الفو مالتيبيت عندنا آية خالد آية بتسأل السلام عليكم كنت محتاجة أعرف من دكتورة دينا هل لو طبيعي أنه وقت الدورة الشهرية عضني بيوجعني جدا بأضطر أني أخذ مسكنات عشان الألم يقل فكنت عاوزة أعرف مفروض أعمل إيه وشكرا شكرا ليك يا آية طبعا وقت الدورة الشهرية أي وقت الستات كلها بتبقى تعبنة جدا الهرمونات بتتلغبط ألام في الجسم ونفخة في الجسم فطبيعة لازم أخذ مسكن وقتها يعني حتى البنات والله مش بس السيدات البنات أكتر من السيدات أكتر كمان فبعد عملها أكيد ألب مالتيبيت جدا عشان لو هي بتفقد دم كتير نقدر نعوض بالكوبة لامين فهيبقى رائع معها ألب مالتيبيت وبلس أنه فيه كالسيوم بلس أنه فيه فيتامين سي بلس أنه فيه فيتامين إي فيتامين إي هيبقى رائع معها وقت الدورة الشهرية لأن فيتامين إي بيقلل التهابات الجسم وبيعزز للدورة الدموية فطبعا ألب مالتيبيت هيبقى رائع معها هتأخذ منه كأرس واحد بس في اليوم كويس ومش بس وقت الدورة الشهرية لا يستمر تستمر أنه يحسنها بعدين بالزبط هو عندنا بيحسن الموت بشكل عام بيحسن المزاج ألب مالتيبيت فعلا بيعزز النشاط فبالتالي بيعزز التمثيل الغذائي والموتابولزم بتاع الجسم وبيحسن المزاج جدا لأن البنت أو السيدة وقت الدورة الشهرية بيبقى مزاجها مش رائع خلص أكيد بيقصت على الموت فعلا طيب إحنا معنا أحمد جدالة بيقول أنه يشعر بخمول وتعب على طول أنه يعني مش عارف يقدي مهامه اليومية في أعمال شغله يعني على طول حاسس بحالة من الخمول زيادة لدرجة أنه بيبقاش قادر يكمل عدد ساعات الشغل بتاعته فممكن يعمل إيه مع تحياتي شكرا لك مهمة قوي أنه يدعم الأكل بالعناصر الغذائية ده مهمة جدا ويتطمن أكيد على وظيف الكبد أنها سليمة وياخد قلب مولتي فيت هيدعم جدا النشاط بتاعه وزي ما أنا قلت من أقوى المكملات الغذائية لتدعيم النشاط والتمثيل الغذائي هو قلب مولتي فيت لاحتواءه على فيتامين بي فيتامين بي هو اللي بيحول الأكل اللي بنكله إلى طاقة سواء كربوهايدرات أو بروتين أو الدهون كل الحاجات تتحول للطاقة فبدعمله جدا قلب مولتي فيت هياخد كابسولة قرس واحد بس في اليوم بعد الفطار لو بفطر كويس قوي أو بعد الغداء لو ما مفطرش عشان محدش ياخده على معدة فاطئة مش بس قلب مولتي فيت كل الفيتامينات جميعا شطيه على المال فأفطر وأخده بعد الفطار بساعة على كوباية مياه كبيرة حلو جدا طيب معنا منار برضو منار بتسأل بتقول إن هي اللي بيتخطى سن الأربعين من السيدات إيه هي الفيتامينز المحددة اللي المفوض واحد يدعمها بعد سن الأربعين تحديدا مهم ليها جدا جدا الكالسيوم جدا يعني رقم واحد كالسيوم مهم ليها جدا فيتامين سي مهم ليها جدا فيتامين بي كل عقلة فيتامين بي ومهم ليها الأوميجا فهي دي الفيتامينات المهمة ليها جدا أكيد برا الشرح لها ألفا مولتي فيت هتلاقي مودها أحسن هتلاقي طاقتها أحسن هتلاقي تركزها أحسن هتلاقي شعرها كمان انتي عارفة كمان في الوقت ده بيحصل تغييرات هرمونية فالبشرة بتتأثر والشعر بيتأثر أكتر حاكتين بيتأثروا أول ما بيحصل تغييرات في الهرمونز البشرة والشعر ألبا مالتيبيت هيبقى دعم جدا للبشرة لأنه فيه فيتامين سي فيتامين سي بيعزز لي الكولوجين وبيعزز لي امتصاص الحديد فمش هتلاقي أن بشرتها شحبة خالص عندي داخله كمان بايوتين هيدعم شعرها جدا داخله البيوتين والكالسيوم والزينك هيدعم دوافرة جدا أكيد برشح لها ألبا مالتيبيت اللي صورة موجودة على الشاشة وبرجع أقول أنه آمن جدا مرخص من هيئة سلامة الغذاء وموجود في السيداليات فمعنى كده أن أنا عندي الأمان الشديد أن أنا بأخذ أي حجم السيدالية معنى كده أنها مرخصة 100% أمنة أكيد وطب بالنسبة لجرعة الأطفال يعني أول هما في سن البلوغ زي ما قلتيني كل الجرعة المصرح بيها من هيئة سلامة الغذاء هو أرس واحد هو تابلت يعني هو أرس هو أرس واحد بس في اليوم يجي حد يقول لي لا أصلا عندي ضعف شديد أو عندي نقص شديد بالفيتامينات وقتها بقول حضرتك بتستشير الدكتور لو هتأخذ أكثر من أرس كويس طيب هسألك بقى حاجة دي جات لي أنا شخصين أسئلة من خلال أصدقائي مش عارفة دي ليها علاقة بالموضوع ده ولا لا نقص الفيتامينز ولا لا يقول لك أول مصحة من النوم في ناس الدنيا تضلم كده فجأة بعدين ياخد كم ثواني كده عوالما يبدأ يبدأ تركيزه والدنيا يرجع يبدأ يشوفش الصورة واضحة قدام ده ليه يا دينا ممكن أحيانا أحيانا أكيد بيبقى نقص الفيتامينز والمينرالز وعايز أقول لك أن الفيتامينات بتدعم صحة العين ناس كتير ما تعرفش ده مثلا فيتامين اي بيدعم جدا عشكالي يقول لك إيه الجذر بيقوي النظر لأنه بيحتوي على فيتامين ايه اللي بيدعم صحة العين فيتامين بيه عشان أعصاب العين كمان فطبعا ألبا مالتي فيت هاي برائع حتى لتدعيم صحة العين وليس علاج لأي مرض خلق لكوة بس كمان ممكن يدعم الحالة دي لو هي بناءا عن نقص الفيتامينز طبعا يدعم جدا خلينا نتكلم عن أصحاب الأمراض المزمنة عشان برضو لو لسه حد منضموا لسه بيشوفنا لأول مرة أصحاب الأمراض المزمنة ممكن ياخدوا ألبا مالتي فيت بأمان شديد بالنسبة لهم ألبا مالتي فيت آمن جدا بيتاخد مع أي دواء ما عنديش أي مشكلة بدعم جدا ألبا مالتي فيت أصحاب أمراض السكر بيدعموا جدا يعني الدكتور بيدعم جدا فيتامين بي كومبليكس بكل أنواعه أصحاب أو المريض الكوليسترول ما عنديش أي مشكلة بياخدوا مع الدواء أو مريض القلب لو بياخدوا كوليسترول أو سيولة هو لا يتعرض إطلاقا مع أي دواء الدواء هو العلاج الوحيد لأي مرض والفيتامينات هي دعيمة للصحة طيب قوليلي بقى هو المفروض كده بيبدأوا يحسوا بالتحسن وما لازم يكتبين بقى نحس بالتحسن بعد قد إيه لو هتكلم يعظيمة على النشاط وعلى التركيز أنا في خلال يومين بحس بتحسن ملحوظ طبعا هتلاقي تحسن حلو في النشاط والتركيز لو أتكلم لو الستات تقولي طب أنا شعري بيقع أكيد مش قبل شهر لما ألاقي تحسن في الشعر فهمت بياخد فترة شوية بياخد فترة الشعر لكن التركيز والنشاط وتحسين المدينة الحيوية ده من بعد ثلاث يوم بالكثير هحس بحيوية ونشاط حلوين جدا طيب الاستمرار بقى على الألبا مالتي فيد بما أنه من الفيتاميز وفي ناس كثير تقولك إيه ما نقطرش من فترة إن إحنا ناخد فيتامين لازم نغير فقولينا برضو الفكرة منها إيه ونبع النصيحة ألبا مالتي فيد آمن جدا بيستخدم ديليوز التركيز بتاعتي بسيطة ما بخافش من تراكم أي فيتامين فيه بلس إن حتى لو كانت التركيز عالية وده مش موجود في ألبا مالتي فيد بالنسبة لفيتامينات الووتر صوليبل أو القابلة للزوبان في الماء لا تخزن في الخلايا الإكسيد والتركيز العالي بينزل عن طريق البول لكن ألبا مالتي فيد أصلا كمان تركيزه مش عالية عشان محملش عكلة فطبعا ألبا مالتي فيد اتسي ديليوز تركيزه حلوة وبسيطة إن أنا أمشي به مش محتاجة أن أوقفه طب قولنا لسن الأعمار اللي ممكن الولاد الصغيرين يستخدموه فيه من ابتداء من 13-14 سنة ببدأ أستخدمه ما فيش أي مشكلة الولاد اللي بتلعب بقى تمرين والرياضيين الرياضيين هيبه حلوة قوي ليهم ليه؟ عشان أولا هو فيه فيتامين بي زي ما قلت هو داعم جدا للعصاب فيتامين بي فيه زينك بيعملي إرتخاء للعذرة فيه فيتامين سي مهم قوي للمناعة عشان لازم طول وقت يقوي منعتنا وفيتامين بي مهم جدا للنشاط عشان لو عايز يقعد فترة أطول في الجم من غير ما يحس بتعب ثلاثا هو يأكل بروتين كتير أماما طبعا لازم هاي بروتين طب قولنا بقى سؤال يحصلوا على قولنا تاني نحصل ازاي على ألف مالتي فيت عشان برضو أصدقائنا اللي في كل المحافظات قولنا نقوة دعمتوا بأرقام زيادة أوكي ألف مالتي فيت هنقدر نحصل عليه عن طريق احنا موجودين في سلسلة السيدلات كبيرة سلسلة السيدلات موجودة في كل محافظات مصر لقصر لغاية مرسى مطروح البحر الأحمر كل المحافظات الفيوم اسكندرية كل حاجة ممكن حد يقولي طب أنا مش عايزة جيبه مصادلية عايزة يجيلي أوردر على البيت فقط من طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة احنا دعمنا كان عندنا أعتقد أربع أرقام دعمنا برقمين زيادة عشان الناس اللي تشتكلين طول الوقت دا جيري قومت فعلا عليها وعايزة أقول احنا مش موجودين بس وقت الحلقة عشان لو بتقولوا ان في الحلقة احنا على طول مشغولين بتقدروا تصوروا الرقم وتتكلموا حتى بعد الحلقة الكول سنتر موجود بلس ان احنا زي ما احنا شايفين عندنا للمزيد من المعلومات والاستفسارات عبر الفيسبوك دي صفحتنا على الفيسبوك عشان لو عديد بتستفسروا أكتر هي دي منافذ البيع بتاعتنا بس طيب احنا خلاص احنا اتكلمنا عن كل يعني اللي بيميز القلب مالتي فيد الاسعار احنا قلنا بنتو ساعد بتعملوا أفر هل انتو بيعرفوا زي موضوع الأفر لو في عرض عن طريق الرقم الزهر عشان يعني لما بيتسلوا اه طبعا لكن انتو مش بتنزلوه مثلا على الصفحة عايزين يسهل على الناس يا دندون ان شاء الله ان شاء الله نزل على الصفحة ننزل على الصفحة يعني طلبك هقول لهم هخلص لنا هكلم من الشركة اللهم عظيمة عايزة لو في اي افر ينزل على الصفحة ينزل عشان لو في ناس بتتابع بس صفحة الفيسبوك عايزة قلتك اللحان انا مش محتاجة افر ليه قوليلي قلب مالتي فيد كواليتي عالية قوي وسعره بسيط افر ليه لا انا قصد انه احيانا احنا عملنا حلقات على اساس انه في مثلا الناس عايزة تخص فاحنا بتجمع بين المنتجين فعايزة الناس تبقى عارف الكورس ده بيبقى هايل ده رائع عايزة الناس اصدقائي بقى اصدقائي اللي هنا بيتابعون يدينا يستفيدوا ما هو طبعا على طريق الصفحات دي بيبقى فيه المنتج التاني المنتج التخصيص بستا طبعا ومعاه طبعا قلب مالتي فيد ده كورس تاني بتاع التخصيص وخصوصا انه بيبقى السعر كويس ويقدروا يحصروا على الاتنين بلاس انه عشان يستمروا عليه انا بتكلم على الاستمرارية طبعا طبعا كل الاستفسارات دي الكول سنتر ملم بيها وهيعرفوا يردوا على كل الناس وكلموا عن طريق الارقام يعني اصد بيعرضوها اهم حاجة ما فيه وسيلة عارض ده مهم جدا حبيبتي اسلامين اسمحولي يعني اشكر ضفتي اللي شرفتني ونورتني دكتور دين ابو السعود المستشار طبي لشركة بايو ناتشرا نورتني وشرفتني يا دايون ودايما منوراني ودايما متقلقة ومرسي لكل يعني اجاباتك على اسئلة اصدقائنا بجد شكرا لك شكرا لمتابعة حضراتكم بجد وشكرا على اسئلتكم وانكم بدأتوا يعني كده يبقى فيه بيننا لغة حوار واسئلة جميلة واتمنى نكون دايما عند حصن زانكم جاوبنا على كل الاسئلة المطلوبة في الفقرة الخاصة بدكتور دين ابو السعود ومن هنا الحلقة جديدة اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم على الالف خير وسحة وسلامة وسعادة والسلام عليكم